الى عربي بوست نمتلك اسلحة تدمر اي عدو مسؤول روسي كبير يهدد بتدمير امريكا اذا تعرض وجود بلاده للتهديد حذر نيكولاي بيتروشيف امين مجلس الامن الروسي صاحب النفوذ وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان موسكو تمتلك من الاسلحة ما يدمر اي عدو مثل الولايات المتحدة اذا تعرض وجودها للتهديد متهما واشنطن بالتقليل من شأن القوة النووية لموسكو بحسب تصريحات له الاثنين السابع والعشرين من مارس وتعتبر تصريحات بيتروشيف هي الاحدث من مسؤول روسي رفيع المستوى والتي تثير شبح مواجهة نووية بين اكبر قوتين نوويتين في العالم وهو امر تقول موسكو انها تريد تحاشي وقال بيتروشيف لصحيفة حكومية الاثنين ما زال الساسة الامريكيون الذين يصدقون ما يرجونه على ثقة بانه في حال حدوث صراع مباشر مع روسيا ستكون الولايات المتحدة قادرة على شن هجوم صاروخي وقائي ستفقد بعده روسيا القدرة على الرد وهذه حماقة تتسم بقصر النظر وخطيرة جدا وضف ان روسيا صبورة ولا تروع احدا بتفوقها العسكري لكنها تمتلك اسلحة حديثة وفريدة من نوعها قادرة على تدمير اي خصم مثل الولايات المتحدة في حال تهديد وجود روسيا اشتركوا في القناة